لماذا جدد باشاغا تعهده بدخول الترابلس في البداية مساء الخير لك أخي الكريم ولي الأستاذ أحمد ولي المشاهدين الكرام يعني أنا شخصيا كنت أتمنى من سيد فتح باشاغا أن ينتهج هذا المسلك والذي يقود حتما العاصمة إلى الخراب وإلى الدمار وإلى الحرب الرجل منذ نيله ثقة مجلس النواب آثر أن يكون سلميا في محاولة السلامة للسلطة وطالما فشل في ذلك ما كان عليه أبدا أن يلوح باستعمال القوة ويزعم بأن هناك شرعية له وأن هناك توافق ليبي ليبيو كل هذه الأمور هي غير صحيحة هو يعلم أنه أتى نتاج ملتقى الحوار في جينيف الصيغة الثانية صيغة عقيلة باشاغة الجويلي وهذه مسألة معروفة أما الشرعية فيجب أن نضحها جانبا لا نتحدث عن الشرعية لأن لا أحد يمثلك الشرعية في ليبيا بعد أن تم إجهاض تجديد الشرعية عن طريق صناديق الانتخاب بأكثر من 2.800.000 ليبي أجهضت إرادتهم بفعل هؤلاء للأسف شديد أنا أقول بأن السيد فتح باشاغا في اتصالاته المستمرة بالجماعات المسلحة والميليشيات وأمراء الميليشيات هو يستقوي بها للدخول إلى العاصمة وسيدخلها بالقوة ولا أحد يعلم رقعة الحرب ولا يقول لأحد بأنها عملية خطفة وستستولي هذه الحكومة على السلطة من الحكومة المنتهية الكارثية أيضا التي أصفها والمنتهية الولاية والصلاحية هذا سيقود حتما إلى حرب وإلى دمار وإلى آخر لا أحد يعلم مدى وقد يكون في إرادة المجتمع الدولي هي التي شاءت ذلك من خلال تعطيل تعيين مبعوث أمم من خلال تعطيل العودة مجددا للحوار أمام هذا الانسداد على نظرة الحرب والتهديد بالحرب والتعشيد وهذا ما لا يريده الليبيون ولا أحد يتضرع بأن الليبيون يريدون هذا يريدون أن يستولي أحد ما على السلطة بقوة السلاح هذا آخر ما يريده الليبيون وأتمنى أن لا يستمر السيد فتح باشاغا في هذا المسلك ولا يسأل أحد عن الحل لأن الحل قريب جدا وهو إجراء انتخابات هي التي تنتج لنا حكومة أخرى نحن لا يجب أن نوضع في هذا الخيار الخيار العدمي الخيار الذي يوضع فيه الليبيون منذ العام 2014 هو خيار عدمي للأسف الشديد يأمن الحكومة بإرادة دولية وغالبا تقود إلى الفشل أو حكومة تستولي على السلطة بقوة السلاح وهذا مرفوض لماذا؟ لأن هذه الميليشيات التي ستمكن السيد فتح باشاغا من الاستلام السلطة لن يعد بإمكان أحداد الحديث معها ولن تسلم السلطة على الإطلاق ولن تحل هذه الجماعات المسلحة والأزمة في ليبيا هي أزمة جماعات مسلحة وأزمة سلاح الآن نسير باتجاه تقوية هذه الجماعات المسلحة باستيراتها على العاصمة